شاهدنا في الفيديو السابق إذا حددنا الانثلبي المحتوى الحراري أو السخانة بـ H وهي تساوي الطاقة الداخلية للنظام زائد الضغط للنظام ضرب الحجم للنظام وهذا تعريف عشوائي لكن نعلم أن هذا متغير حالة منطقي إنه بغض النظر عن ما تفعله من حيث كيفية الوصول إلى هناك دائما سيكون هناك نفس القيمة لأنها مجموع وضرب لمتغيرات الحالة المنطقية الأخرى لكن هذا بحذاته ليس مفيد أو حدسي بشكل كبير لكن شاهدنا في الفيديو السابق أنه إذا افترضنا الضغط ثابت وهذه فرضية كبيرة لكنها معقولة بالنسبة لمعظم التفاعلات الكيميائية لأن معظم التفاعلات الكيميائية تعلم نحن نجلس على الشاطئ والأكواب لدينا عند معيار معين لدرجة الحرارة والضغط أو على الأقل بعض الضغط هذا لا يغير التفاعلات التي تحدث إذا افترضنا أن الضغط ثابت شاهدنا أن التغير في الانثلبي يصبح الحرارة يساوي الحرارة المضافة إلى النظام عند درجة حرارة ثابتة حيث P هنا هي لإظهار أو أننا نفترض أننا نتعامل مع الحرارة المضافة عند ضغط ثابت هذا جيد إذن كيف يمكن استخدام هذه المفاهيم في طريقة مفيدة؟ لنفترض أن لدينا بعض الكاربون في شكله العنصري مثل الجرافيت وأود أن نضيف إلى ذلك عدد المولات نضيف إلى ذلك 2 مول من الهيدروجين واستكون على شكل غاز واستكون مثل الجزئ ليس كذلك إذا كان لدي العديد من الهيدروجين في حالتها الغازية لنفرض في بالون لن يكون هناك ذرات هيدروجين فردية سوف يترابط ويكونوا على شكل جزئات ثنائية الذرة وإذا عملت تفاعل بينهما سينتج لدينا الميثان غاز الميثان CH4 لكن هذا ليس ما سوف تنتجه فقط وإذن ستنتج بعض الحرارة سينتج 74 كيلوجول من الحرارة إذن سينتج 74 كيلوجول زائد 74 كيلوجول من الحرارة عند إنتاج 1 مول عند إنتاج 1 مول سأختصر الكيلو بكي عندما ننتج مول 1 من الميثان إذن ماذا يحدث هنا؟ أولاً كم هي كمية الحرارة المضافة إلى النظام ولنفرد أن هذه الحرارة أطلقت من النظام هذه ليست عملية إيديباتيكية لم أعزل هذا النظام عن أي شيء بحيث هذه انطلقت فقط انطلقت release وخرجت من النظام وسؤال كم الكمية التي بدأت بها مع هذا الوعاء أعتقد يمكن تسميع ذلك عند ضغط قياسي ثابت وربما كان لدي العديد من حسناً أردت أن أقوم بهذا سأستخدم اللون الرمادي لدينا العديد من الكربون الصلب في أنحاء في الأنحاء ربما نوع من الغبار ومن ثم لدي بعض الجزئات من غاز الهيدروجين كل نقطة من هذه هي الذرتين من الهيدروجين ويمكن أن نفعل ذلك بتفاعل سوياً ونحصل على غاز الميثان إذن هذا يتفاعل ونحصل على غاز الميثان سأرسمه بالأخضر إذن الآن لدي كمية من غاز الميثان وأطلق 74 كيلوجول من الحرارة إذن كم هي الحرارة المضافة إلى النظام؟ حسناً أطلقنا من النظام حرارة أطلقنا 74 كيلوجول إذن الحرارة المضافة إلى نظام ستكون من سالب 74 كيلوجول سالب 74 كيلوجول إذن الحرارة المنطلقة ستكون 74 كيلوجول لكن تذكر ما يعنينا هي الحرارة المضافة إلى النظام وهي 74 كيلوجول وقد شاهدنا نفس الشيء بالضبط في التغير في الانثلبي أو المحتوى الحراري إذن كيف يمكن أتفكير في هذا؟ ما هي الانثلبي للنظام؟ بالنسبة إلى هذا النظام؟ حسناً ستكون أقل أليس كذلك؟ لأنه إذا أخذت الانثلبي فإن التغير في الانثلبي هو الانثلبي للنظام النهائي ناقص الانثلبي للنظام البدائي أو الأولي وحصلنا على رقم سالب وحصلنا على ناقص 74 كيلوجول إذن هذا يجب أن يكون أقل من 74 كيلوجول إذن الانثلبي هنا هي أقل من أقل من الانثلبي هناك إذا رسمناه في مخطط إذا رسمنا التفاعل هذا التفاعل لنفرض أن هذا هو الزمن أو شيء عندما يحدث التفاعل في هذا المحور وفي محور أصادات سأرسم الانثلبي وإذن يبدأ التفاعل عند هذا الانثلبي الأولي H1 هذه الحالة هنا سأرسمه بالأصفر إذن تبدأ هنا ومن ثم ومن ثم يحصل بعض القليل من الاهتزاز ومن ثم نصل إلى الانثلبي النهائي لدينا الانثلبي النهائي هنا بعد ما حدث التفاعل هذه الـ H النهائية سترى هذا الإسقاط في المحتوى الحراري والمثير هنا ليس هو القيمة المطلقة لهذا المحتوى الحراري هنا أو ما هي القيمة المطلقة للانثلبي لكن الآن بما أن لدينا الانثلبي سيكون لدينا إطالة تفكير ما هي الطاقة الحرارية هي في هذا النظام بالنسبة إلى هذا النظام وهناك طاقة حرارية أقل في هذا النظام ومن طاقة النظام هذا يجب إطلاق حرارة وتعلم عند درجة حرارة معينة ذكرت ذلك في البداية ذكرت أن الطاقة انطلقت والكلمة التي استخدمتها هي كانت طارد للحرارة طارد للحرارة إكسوثيرم الآن إذا أردت السير إلى الخلف أردنا السير من المثال ونعود للخلف بحيث يحصل التفاعل العكسي إذا أردنا سير للخلف فإن هذا التفاعل للأعلى يجب علينا أن نضيف حرارة إلى المحتوى للحصول على دلتا إتش موجبا ثم نصل إلى تفاعل ماس للحرارة إذن التفاعل أطلق حرارة إذن التفاعل يحتاج إذا رجعنا إلى الخلف يحتاج إلى طاقة ليحدث وبهذا يكون ماس للحرارة والآن ربما تتساءل من أين تأتي هذه الطاقة إذن بدأنا عند الإنثلبي هنا والإنثلبي لها هذا التعريف الغريب هنا ومن ثم انتهت كإنثلبي أخرى هنا وكما ترى الإنثلبي أن الضغط نفترضه ثابت لنفرض أن الحجم لا يتغير كثيرا في هذه الوضعية أو لا يتغير أصلا إذن معظم التغير سيكون قادم من التغير في الطاقة الداخلية أليس كذلك؟ هناك طاقة داخلية أعلى هنا وطاقة داخلية أقل هنا التي تسبب الإنحدار الأساسي للإنثلبي وهذا التعبير في الطاقة الداخلية هو إنقلاب أو تحول من طاقة وضع معينة هنا إلى أحرارة منطلقة إذن كان هناك بعض الحرارة التي انطلقت 74 كيلو جول ومن ثم الطاقة داخلية انحدرت وماذا يفعل هذا؟ هذا يعطينا إطار هذا يعطينا إطار حيث إذا عرفنا كمية الحرارة لازمة للتشكيل أو لعدم تشكيل منتجات معينة عندها يمكن أن نتوقع كمية الحرارة ستنطلق أو كمية الحرارة الممتصة من التفاعلات المختلفة وهنا سأتطرق إلى مفهوم آخر مفهوم تشكيل الحرارة أو أحيانا إنه إنه أتغير في تشكيل الإنثلبي أو المحتوى الحراري إذن كما ذكرنا أتغير في تشكيل الإنثلبي وفي العادة تكون عند درجة حرارة قياسية وضغط قياسي إذا وضعته شيء صغير عادة إنها علامة وأحيانا إنها مجرد دائرة هناك وما هو التغير في الإنثلبي الذي نحصل عليه لبعض الجزئات من الشكل العنصري لها إذن على سبيل المثال إذا أردنا ذلك للميثان إذا كان هناك مثان هنا ونريد معرفة الحرارة للتشكيل سنقول إذا شكلنا المثال من الأشكال العنصرية له ما هي دلتا إتش للتفاعل؟ دلتا إتش للتفاعل كانت ناقص 74 كيلو جول وهذا يعني إذا شكلنا المثان إذا شكلنا المثان من اللبنات الأساسية فإنه سينطلق 74 كيلو جول من الطاقة هذا تفاعل طارد الحرارة إكسوثيرميك لأنه انطلق حرارة ويمكن القول أن الميثان هو حالة من الطاقة المنخفضة أو أن له طاقة وضع منخفضة أكثر من هذه ولأن لها طاقة وضع منخفضة إنها مستقرة أكثر أعني طريقة لتفكير إذا كان هناك إذا كان هناك جبل هنا وهنا لدينا كرة وهذا مجرد تشبيه كامل ومباشر لكن هذا أتشبيه للطاقة الوضع عندما تكون حالة طاقة وضع منخفضة ستميل أن تكون مستقرة أكثر وأيضا على أرض الواقع إذا كان لدينا ميثان موجود هنا ولدينا حرارة سالبة للتشكيل أو حرارة قياسية للتشكيل أو تغير قياسي سالب في تشكيل الإنثلبي كل هذه نفس الشيء ويدل أن الميثان مستقر بالنسبة إلى إلى مركباته البنائية وعمليا تستطيع أن تبحث عن هذه الأشياء لا دعي لحفظها لكن من الجيد معرفة ما هي لقد نسخت كل الأشياء عمليا دعوني أحضر الجداول من الويكيبيديا أسفل هنا نسخت كل العناصر من الويكيبيديا هذا يعطي حرارة قياسية للتشكيل أو البناء للعديد من العناصر وإذا بحثنا هنا لنرى إذا كان هنا الميثان هذا ما كنا نتعامل معه وهذا يدول بالضرورة على دلتا إيتش للتفاعل التي تشكل بها الميثان هذه النقطة في الجدول هنا تخبرنا إذا أردنا أن نبدأ مع بعض الكربون في الحالة الصلبة زائد مولين من الهيدروجين في الحالة الغازية ونشكل مول واحد من الميثان بحيث إذا أخذنا الإنثلبي هنا ناقص الإنثلبي هنا فإن التغير في الإنثلبي للتفاعل عند درجة حرارة وضغط قياسي سيساوي ناقص 74 كيلو جول لكل مول وكل هذا معطى لكل مول إذن إذا كان لدينا مول من هذا وإثنان مول من ذلك لنشكل مول من المثال سنطلق 74 كيلو جول حرارة إذن هذا تفاعل مستقر الآن هناك عدد من الأشياء وسنتابع استخدام الجداول في الفيديوهات القادمة نرى هنا والأكسجين أحادي الضرر لديه معيار إيجابي معيار إيجابي لتشكيل الحرارة وهذا يعني أنه يأخذ حرارة حتى يشكل هذا إذا كان هناك تفاعل لنفرض التفاعل سأكتبه هنا نصف جزي من الأكسجين كغاز التي تتحول إلى مول واحد من الأكسجين في الحالة الغازية هذا يدل على أن هذه الحالة لها طاقة لها طاقة كامنة أكثر من هذه الحالة حتى يحدث التفاعل يجب إضافة طاقة إليه ويجب وضع طاقة على الطرف الآخر وسنقول إذن زائد 249 جول زائد 249 جول وستسأل هل هذا منطقي؟ الأكسجين هو أكسجين لماذا سيكون هناك حرارة لتشكيل الأكسجين؟ هذا لأننا دائما نستخدم الشكل العنصري كنقطة مرجعية إذن الأكسجين إذا كان لديك كمية من الأكسجين في المكان ستكون في شكل O2 إذن لديك كمية من النايتروجين أو الهيدروجين والكربون من ناحية أخرى سيكون C في الحالة الصلبة مثل الغرافيت إذن كل حرارة التشكيل نسبة إلى الشكل الذي تجد فيه العنصر عندما يكون هناك نسخة ناقية من ليس ضروريا التركيب الذري له برغم أنه أحيانا سيكون شكله الذري الآن في الفيديو القادم سنسخدم الجدول وهي جدول يدوي نسخته ولسخته أجزاء منه لنحول بعض المسائل في الفيديو السابق أعطيتك حرارة التشكيل وفكرنا في ذلك قليلا في الفيديوهات المقبلة سنسخدم هذا الجدول بحيث يعطينا الحرارة القياسية لتشكيل ولنجد إذا كان أتفاعل هو ماس للحرارة بحيث ليمتص طاقة أو طارد للحرارة يعني أنه يطلق طاقة وسنجد الكمية لذلك ترجمة نانسي قنقر